السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقترانات حرجة للكواكب العالم الهولندي اللي بيتنبأ بالزلازل يحذر من 3 ايام في اكتوبر تابعونا للتفاصيل وما تنسوش اللايك ومتابع عشان يوصلوكم كل جديد العالم الهولندي قال ان من المحتمل ان يكون لدينا نشاط زلزالي اقوى في الايام المقبلة منتصف 6 اعلى من 6 ربما ايضا زلزال بقوة 7 رهتر وفي تغريدة جديدة على حسابه على تويتر قال العالم الهولندي فرانك انه من الصعب تفسير هندسة الكواكب مع 4 اقترانات الكواكب موزع على مدى الايام العشرة قادمة الا انه حذر بالقول استطيع ان اقول ان الفترة من 1 ل 3 اكتوبر هكون حرجة وارفق العالم المسير للجدل بنشرة كتبها جاء فيها شرح للاكترانات والمحاذابين الكواكب في الفترة الحالية والقادمة وتأثيرها محتمل على الارض في سورة هزيات ارضية وتسببت تحذيرات العالم الهولندي متكررة في حالة من الهلعة حول العالم وخصوصا بعد ما تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل وهزيات قبل وقعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية ومنها زلازل المغرب وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واستفافها وكانت انتشرت في الايام الماضية القليلة توقعات بان يتعرض احد الاماكن في الكرة الارضية الهزد ارضية عنيفة التوقعات دي تنبأ بيها العالم الهولندي وربطها بتحركات وكترانات الكواكب في الفضاء وجاء في النشرة اللي قعد نشرها لقد حذرت في التحديث السابق من احتمال وقوع حدث زلزالي اكبر بقوة منتصف سبع درجات بيعتمد بالكامل على التقلبات الجوية اللي سجلناها يوم تلاتة وعشرين سبتمبر وقالوا لهذا التقلب لكان التحليل الاولي اليوم اتنين وعشرين سبتمبر واشهر لوقوع حدث ارضية بالفعل وصلت قوطها لستة في تلود في اندونيسيا وفي فانوتا مؤكدا ان حتى الان لا يوجد حدث زلزالي اكبر واشهر ان التقلب اللي ميز الخط اللي بيمر فوق المغرب حدث في تلاتين اغسطس كان ده قبل تسعة ايام من وقوع الزلزال وقرر التحذير من واحد لتلاتة اكتوبر هو الوقت اللي هنشهد فيه نشاط زلزالي اكبر فمن اليوم وحتى 2 اكتوبر لدينا الزوية الاربعة القائمة للكواكب لكن علماء الجيولوجيا بيصروا على انه لا يمكن ابدا التنبؤ بوقوع الزلزال الا ان العالم الهولندي بيحاول الرد على منطقة دي وبياكد صحة نظريته من ان حركة الكواكب واستفافها بيتسبب في انشطة زلزالية على الارض وبكده وصلنا على نهاية الخبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة